اشتغلت فيها من 10 سنين اشتغلت في استوديو الصحة وجمال النهاردة بعيدا عن ان احنا نتكلم مع نظيف جميل جدا وانا اخد معاه في مسيرته الانتخابية والسياسية وحتى الاقتصادية لكن قبل البداية عاوز اقول كلمة مهمة جدا للغاية مصر بتمر بمرحلة تاريخية لا شك فيها منذ ثورة 2011-2013 وبالمناسبة احنا بنهن الشعب المصري بهذه المناسبة في احنا النهاردة يمكن 6 او 7 شهر يوليو هذه الذكرة الجميلة في تاريخ الشعب المصري ذكرة 30-6-7-2013 اللي بجد غيرت تاريخ مش مصري بس تاريخ المنطقة تغيير شامل 30-6 بانوراما مصرية يعني مقونة من عنصري الشعب والجيش والشرطة وكل المؤسسات المصرية 30-6 ستظل تاريخ وعلامة مضيئة جدا في التاريخ المصري 30-6 ما جدش إلا من 2011 يعني هي ولدت من رحم 2011 مصر دولة كبيرة دولة تاريخية دولة عريقة دولة مؤسسات دولة ما ينفعش تكون زي دول تانية كتير ومن ثم هذه الدولة رهنت كتير جدا من الدول ومن يعني نقول كوى الشر على إن هي بعد 2011 كالتنهار ومع ذلك تمت انتخابات في 2012 ومصر يعني نقول إن هي ستظل دائما دولة مؤسسات ممكن في مرحلة من المراحل المؤسسة هنا مؤسسة هناك تضعف شوية يعني شوية شوائب هنا أو هناك لكن ستظل الدولة المصرية في قمة ما يقال عنها إنها كانت منهارة ستظل هي دولة مؤسسات والله دولة مؤسسات كلها مطفية ومقفول كده بالمفتاح ستظل هناك مؤسسات تدير هذه الدولة وهذا ما حدث من 2011 ل2013 هذه الدولة في إيد أمينة يعني بصوا بقى مؤسسة بقى نقول مؤسسة الجيش مؤسسة الشرطة مؤسسة الأجهزة الأمنية المحترمة اللي بتديرها هذه البلد في أوقات الشدة لكن المقدمة دي كلها ليه علشان نقول إنه يا جماعة الخير البرلمان المصري دائما وأبدا بيصار حوله الجدل البرلمان اللي فات الشخصات اللي فيه العضاء عملوا اللي عليهم ولا ما عملوش ساعدوا الشعب ولا ما ساعدوش قاموا بدورهم في التشريع ولا لأ هو قاموا بدورهم بصفة عامة في مواقبة الأحداث وفي مواقبة التطور الحصل في الدولة المصرية اللي بيقودوا الزعيم المصري الرئيس السيسي بجدارة يا جماعة الخير اللي بيفهم في السياسة ويفهم في الاقتصاد كويس جدا يفهم إن اللي بيحصل في مصر ده ثورة صورة في كل المجالات صورة في تاريخها إذا كنا بنقول أن محمد علي بنى مصر الحديثة لا وإذا كان إسماعيل الخديو إسماعيل بنى برضو حاجات في مصر ومهمة جدا في التاريخ المصري ستزل الدولة المصرية دستور 1923 صورة 19 صورة 52 مصر يا جماعة دولة تاريخية قديمة البرلمان المصري من القرن التسعتاشر دولة في المنطقة فيها برلمان من 2019 ولما قام البرلمان في القرن التسعتاشر قامت الهوجة هو أنت هتدي للشعب المصري الناس البسيطة برلمان وكان دا كله كان عندهم بقى الخديوي وكان دا كله هو بكل الهيلمان وكل السلطات في إيده تحت الدولة العثمانية ولكن الخديوي إسماعيل قال لك لا نعمل أول مجلس نيابي في مصر مصر دولة تاريخية قبل ما تعرف الدول اللي حواليه دا فكرة أساسا إن هي دولة أو لا ومن ثم المجلس البرلماني الإفاد دا عليه جدل كبير جد لكن بقول إنه في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية بالمنطقة والمحلية قطر ألف خيره أم بدوره بقدر ما يستطيع في ظل هذه الظروف البرلمان القادم إحنا عاوزين كمان الشخصيات تكون مختلفة إحنا عاوزين دا عاوزين نخبة جديدة نخبة برلمانية جديدة شباب جديد رجال أعمال جديدة مواطنين فلاحين عمال دا قطرة مهندسين فئات مختلفة سياسيين لازم المجلس الشعب دا على فكرة يمثل من كل الشرية أنا مش هطول في مقدمتي ولكن المقدمة دي كان لابد عنها عشان نقول إنه اللي جاي أحسن مصر القديم أحسن البرلمان اللي قادم أحلى النهاردة أنا معي شخصية يعني بعيدا عن مفكرة رجل أعمال وهو محتك بأهل دايرته في أبو المطمير وحوش عيسى ومن الناس اللي دخلت البرلمان قبل كده التجربة نفسها صحيح ما حلفوش الحظ لكن عاد واللي بيدي يا جماعة في مجلس الشعب أنا بعتبره ناجح لأنه بين قصين كده هو كان خطوة ويبقى في البرلمان فالبرلمان بالنسبة لها تأخر خمس سنين نأمله إنه هو يكون في الفترة اللي جاي إحنا النهاردة مش بنعمله دعاية على فكرة ولكن إحنا النهاردة بنقدر نموذج علشان نقول إيه شكل أعضاء مجلس الشعب القادمين اللي إحنا عاوزينهم إحنا كمواطنين مهم جدا إنه إحنا نقول دا الأستاذ ورجل الأعمال حسام منور أنا إنت منور الأول يعني إنت حسام منور وإنت منور الشاشة وأنا أسف إن أنا خدت من وقتك في المقدمة ولكن كنت مقدمة لابد عنها وأنا بشكرك على فكرة على فكرة إنك إنت ما يقاستش من الدورة اللي فاتت والتحمت مع الناس ويعني متواجد فوسط الناس ومشاكلهم طبعا أكيد طبعا أكيد الأول باختصار عاوز أعرف مين المهندس حسام منور عرفني بيك إنت اللي ما يعرفكش في الدائرة أو في بصر بصفة ربنا يخليك أنا حسام منور منصور من مركز أبو المطمير صاحب شركة مأولاد بشتغل في مجال الطرق أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة البحيرة ومساعد لرئيس الحزب الربان عمر المختار سميته شخصية محترمة ربنا يخليك يا رب طبعا أكيد الشخصيات المحترمة طبعا ربنا يخليك تسلم يا رب مع أنا في يعني أنت عارف الحزب يعني حاجة الحمد لله حزب حاجة محترمة أنت أمين المحافظة أنا أمين عن محافظة البحيرة تمام والقائد تحت قناتة الربان عمر المختار سميته تمام طيب هنرجع للحزب تالي بعد شوية ولكن تجربتك اللي فاتت يعني في البرنامج اللي فاتت تدخلت صرفت فلوس وتعبت ووجهت كان فيه واحد غيرك يقولك يا عم بلا بلا بتاع بقى أو يقوم راكن مو بتاع أنت لأ خدت الموضوع على أنه هو يعني واجب نجحت خير وبركة ما نجحتش نفسة الناس عملت إيه بعد ما نجحتش المرة اللي فاتت أكيد طبعا أنا نزلت الانتخابات المرة الجولة اللي فاتت كنا 31 مرشح بسم الله ما شاء الله دخلت الإعادة رقم 2 تمام من ال 31 حصولت على 44 ألف صوت ما حلفنيش الحظ رقم كبير على فكرة هيا فينا أعضاء في مصر هنا في القاهرة بيجاحوا ب45 ألف صوت لا أولي لجاح عندنا في 45 تقريبا 45 ألف صوت يعني ما حلفنيش الحظ ما كانش ليا حظ أو ما كانش ليا نصير تجربة خدت خط تجربة أول مرة في حياتي انتخالات يعني مش رغم أن أنا سني صغير أنا 36 سنة دي جواتي يعني ما تشاهدش تشوفش الشعرية البيضة هيا دي مصر حديثة احنا عزيزين الشغل ده الرئيس السيسي بيحب الشباب ده طبعا قد بتاعنا هو بيشجع الشباب وهو أول الشباب على فكرة وهو أول الشباب صحيح هو بداية الشباب أصلا مع الرئيس السيسي هو اللي إدهم فرصة في كل حاجة وفي اختياراته حاليا دلوقتي انت بتلايش الشباب نواب محافظين نواب وزراء من الشباب ما كانش موجود الكلام صحيح على علفات ما كانش موجود لكن على معالي الرئيس طبعا سيات الرئيس عفتاح السيسي قاد بتاعنا اللي بشرف به طبعا في كل مكان اللي هو الأسد مصر طبعا بيشجع الشباب ومدي فرصة للشباب في كل المجالات وانا تمنى يعني أنا موجود أنا ليا مكتب في مركز أبو المطمير الحمد لله بقدر المصدر لكن انت متواجد يعني اعم متواجد في الدائرة بقدر المستطاع أو اللي بقدر أعمله أو مساعد بيه بقدر أعمله تمام في قدر يعني في قدر مكانياتي لأن أنا مش نائب طيب أنا هسألك هنا سؤال باشفونس حسام ومهم السؤال ده يعني انت بعيدا عنك انت رجل يعني مرشح قادم للبرلمان انت ايه الصورة المثالية لعدو مجلس الشعب في ذهنك يعني انت كحسام اكيد ما يكون صورة زهنية عندك للعدو المثالي وتتمنى انك تكون كده لو ربنا وفقك ايه هي الصورة المثالية للعدو المثالي عندك والله عايز اقول لي حضرتك على حاجة انا بالنسبة في حاجات معينة هتكلم يعني اه العدو طبعا تشريع و ورقابة ورقابة ماشي بس احنا عندنا جانب في منطقتنا او في بلدنا او في دايرتنا خدمي لا استغنى عنه صحيح تمام تعودنا كده اتربينا كده اه اه لازم اعجب مجرد الشعب يحضر الفرح ويحضر الميتر لا ولازم هم عايزين عايزين شغل المحليات صحيح ده لازم صحيح يعني انا مش عايز اقول لها اعمل اللي اعمل لكن انا عندي يعني ان شاء الله عندنا اهتمام اولي بالصحة اهتمام اولي بالتعليم ماشي اه ان انت ازاي ترجع هبت التعليم حتى في منطقتك صحيح هبت المعلم ماشي الصحة المستشفية دلوقتي الدنيا مش حلوة فيها يعني في دايرتني انا بتكلم عن دايرتي مش بتكلم على صحيح انا بتكلم عن دايرتي في حاجات انا فيه ناس بتكلم لي بتقول احنا بقلنا شهرين مدهجة لناش ماي في حاجات كده يعني عايز حل بقدر الامكان ان عضو مجلس الشعب او نائب البرلمان اللي جاي يكون فعلا متاح للناس في اي وقت بالليل قبل النهار الناس تعرف تلجأ لي يقدر يحللها بكل ما يقدر يحلم المشاكل يسر يساعد الناس على قد ما يقدر في كل ما ما يحتاجوه واللي يقدر عليه مش هو طبعا هو مش صاح كل القرارات بس اللي يقدر يجيه في الاخر مش جاعة تنفيذية بس اللي يقدر يوفره هيا حيوفره هده بقى يعني هنقلك لنقلة تانية 2011 تاريخ فاصل في الحياة المصرية 2013 مش تاريخ فاصل بقى ده جدار فاصل يعني فاهم يعني ما قبل وما بعد الشعب المصري الست والراجل والشاب والبنت وكل الطفل انت كان فيه في وقت في وقت الطفل فاهم في السياسة وبيعلق وبيقولوا الكلام ده كله الفترة دي غيرت صورة العضو عند الناس ما عادش بقى هو العيلة بقى الكبيرة لازبا واحد يترشح منها لازبا اللي وارس البرلمان عن ابوه جده وشعي فيه لا ممكن جدا واحد مواطن عادي كده شاطر وعنده قول عند الناس ينجح الموضوع ده بعد 2013 بس بالضبط قبل 2013 من 2011 ل 2013 كان بلد رايحة في طريق تاني خالص يعني مش عايز حتى اتكلم عنه صحيح صحيح وقبل كده كان فيه حاجات معينة برضو احنا احنا عارفين اتجاهها بالضبط فما كانش بنقول في الاخر هي مرحلة 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 لكن بعد 2013 لأ انا معاك انت دلوقتي في مصر جديدة كل في مصر جديدة في دموقراطية فعلا دحية فيها انزل مش 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 شارط انت ابن عيلة مين او انت ايه لأ انت انزل انت في الشارع ايه الناس عايزك بتلاقي نفسك انت تعرف يا استاذ حسين ساعته انت قاعد على القهوة ما عادش فيه اهوة دلوقتي طوال لا خلاص وساعته انت قاعد في المنظرة وانت قاعد في الناس فدائما فيه ناس كده عارف يقولك ايه بص مش هيجي عيدو باجل الشعب اللي اذا كان مرض عنه مظبوط وانا او اسأل السؤال بعيدا عن اللي بيحصل على الواقع احنا مواطنين وبنتكلم هو المطلوب ان انا اجيب عيدو باجل الشعب يعني بلطجي اجيبها واحد عنه سوابق مان ده لازم من الجهات الانية لازم بدورها لا الناس اللي بترشحها دي طبعا نازم تصيروا حاجة 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 يعني الناس بتاعتب دك ان دي حاجة يعني حاجة باجل شعب حرام بس ما بيفرضوش حد عليك لا لا صحيح لا 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 هو انت الشارع اللي بيفرضك على المجلس او بالزبط كده بالزبط مش اكتر من كده لكن ادوار الجهات الابنية ادوار رقبية مهمة انا مش لازم يعني اتقدم ورائي ممكن يصلح او لا يصلح من المنبع بس هالجهات الرقبية طبعا مفيش بتعرض حد او الجهات لا ده فيه ناس بتزعب لا انا وحيش بزا ما هو وحيش ما يدخلش ومش مقلوب ان يدخل بس لكن هو انت بص انت بتلاقي بالتلاتين واربعين مرشح ليه يعني هم منقول بينجحوا بس ما بتاخدش مزين صوت صحيح بتدخل صحيح ماشي ده فيه ناس ما بتاخدش من العيلة بتاعت ما بتاخدش من العيلة بتاعت صحيح بتحصل طب هو الامن ليه ما بيمشوش لا هو الامن ملوش دعوة هو الامن ملوش دعوة ما بيتدخلش في الامور دي اصلا اللي هم ما بيتدخلش انا حبيت اصيرها للمواطن انه لسه بتكلم فها مع صديق فيقول لي اسلي بص لازم يبني ايوة ما هو لازم في الاخر يكون شخصية مسموح له ان هو يترشح تمام ما فيش اواضي سبق ما فيش يعني حد كويس ترشح انت هتدي صدق غير لحد كويس هاخدك من سكة البرلمان وهرجع لك تادي نروح زي ما انت عايهت انت شايف مصر ازاي يعني انت شايف شغل الرئيس السيس ازاي شايف الدولة ازاي انا شايف الدولة بقى الدولة صحيح انا شايف الدولة صحيح بقى الدولة صحيح ولسه صحيح لا مهم ولسه انا باشتغل في الطرق ماشي فيه ناس كتير تقول لك شغالت في الطرق دي فاها فلوس حالو لا لا مش قوي انا بقول كده يعني اللي فاها فلوس يا بس انا شايف اه يعني انا مش تغل في الطرق انا شايف ان الرئيس السيسي شغال في اعلان صحيح شغال في كل شبر في الدولة شغال فيه اه الشغل اللي الرئيس السيسي عمله في 6 سنين والله العظيم 3 ما يتعمل في 30 سنة صحيح مع حد غير الرئيس السيسي ده حيح والله ما يتعمل في 30 سنة اقولك على حاجة انا كنت بحبه مبارك وش كنا بقولها تمام انا بحبه مبارك جدا بحبه بفهم بعمق بالرغم ان احنا فاهمين ان فيه سلبيات بس انا هقول لحضرتك لكن والله الرئيس السيسي والله اسمح لي يا استاذ حساب بقول لي والوقت كله بتاعك بس يكلمة للمواطن يعني تمام وانت هتشاركني فيها جمال عبد الناصر يعني رئيسنا وزعيمنا جيب تحديات معينة الله صفور السادات جيب تحديات معينة مبارك جيب تحديات معينة السادات كان يعني تحدي انك انت تعبر من الهزيمة للانتصال الله صفور عبد الناصر بيصنع منك دولة بعد الملكية جمهورية الاولى اتواخد بالك تمام مبارك كان عنده تحدي التنمية السيسي مظلوب عنده تحدي التنمية دولة منهارة وعنده تحدي الحرب بيحارب على فكرة ده بحارب على مينة جبهة جبهة الجنوب ربنا يعينه ربنا يعينه فالناس مش مصعوبة يعني والله العظيم الرئيس السيسي بأمانة ليه اللي بيفهم والله ما هي مجاملة انا عرفك امؤمن بالله لا طبعا رجل ده بشتغل بتحديات كذا رئيس قبله يعني هي الفكرة انت بتقول انا بحب سيد رئيس مبارك وانا كمان والله بحب احنا بنحب الدولة عارف ليه لانه كنا بحب مصر احنا راكل وطن انا لسه انا بكلم انا بحب الدولة صحيح بحب مصر وبحب اي حد وطني وبيحب مصر بالزبط فاحنا بتلاقينا ورا الدولة زي ما هي ماشية اختلف بقى معاش وقا في السياسات مش مشكلة احنا ورا الدولة ورا مصر ورا اللي بيعشق مصر احنا بنعشق صحيح انما الرئيس السيسي ده هو يعني مختلف هو ليه كارزمة كده من عند ربنا يعني صحيح حاجة يعني من الناس انا شايفه بالايام ده بصراحة ما اللي مركزه قول فعلا بصراحة شوفها انا قولك على حاجة في تلاتين ستة لما كان وزير دفاع وبعدين يعني الناس كلمت على انه هيبقى رئيسه بتاعه كان ده كله انا كنت دايما في كل لقاءتي في التلفزيون يعني انا كنت ضيف الايام ايامها كنت كده تفتح حنا فيها تلاقيني في قناوات كده دلوقتي مناحتي خلال كنت اقول كل ما واحد الرئيس السيسي اللي بيفهم في التحليل السياسي تكفيه تلاتين ستة وتلاتة سبعة بس بس حفر اسمه تاريخه تاريخه بس بعد سبعة تلاف سنة هيذكره اليومين دوليا حفر اسمه في التاريخ من اليوم دا اللي بيعملوا دلوقتي اضافة بقى خلاص صراحة كل دا حاجة و تلاتين ستة حاجة صحيح يعني كل دا طبعا كله بيزود بس تلاتين ستة دي الواحدة هو مصر كانت غرقانة والرجل يا باشا مش فكرة غرقانة يعني انا كانت بتغرق شوف غرقانة بس انا بحترم كل على فكرة انا ليا دايما مبدأ اه ناس كلم عن سنة الاخوان ومشترات الاخوان كا اعلام يا باشا انت بتحترم الكل لا ما بحترمش لا يسأل لينا تجاه المعايد لا استنى انت رجل النهاردة بتقومس الحزب وفي تاني حزب تاني دايما نقول هو ايه الفرق بين المعارضة والخونة ايه الفرق لا فرق فرق شاسح طبعا دي حاجة و دي حاجة الخين خايف بس لكن لما تيجي النهاردة يا معارض المعارض يقف معاك على خلفية وطنية في الشدة هتلاقيه معاك هو وطني على نفس الموقع تعرف يعجبني في الاسرائيليين شوف انا مش بقولك امريكا حتى ولا بريطانيا ولا ايه لا 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 تلاقي حزب العمل وحزب اللي مش عارف مين عند المخاطر الاستراتيجية للدولة الاسرائيلية بيقف على شريك على ارضية واحدة وتلاقي هي اهم حاجة عندهم الدولة الاسرائيلية نفس النظام في امريكا واخد بالك فانت النهاردة في مصر دايما كنت اقول لي الناس كانت تقول لي انت ضد حمدين صباح اقولهم انا ضد برغم من البلادية انا ضده مثلا مع اعترامي انا نهاردة ليه ضده لانه اصبح معارض مش واقف على ارضية وطنية مصبوط انت فيه متقصدي طالما حاد على النوطنية خلاص بس العب العب باب راحتك حاجة دانية ماشي بس ابعد عن الوطنية وانا معاك ده صحيح ده صحيح استاذ حسام انت السياسة في حياتك بقالها دي يعني انت بتقول لي امين عامل حزب المؤتمر جديد عليك اسلت صغير سنا يعني هقول لك يعني بديئها جديدة يعني دخلت السياسة ازاي انا دخلت السياسة احنا اولا كلنا بنمرس السياسة انا دخلت طبعا كل المواطنين لهم دور السياسة بدون شكل او بأخر طبعا صحيح بس انا تقول لعمري احنا يعني الوالد او احنا عندنا شركة اسم روالد منصور دي شركة الام اعا بغضو في انشاءة الطرق تمام شغالة في انشاءة الطرق تمام احنا طول عمرنا عمليين انا واخواتي عمليين يعني ملناش في السياسة لنا في الشغل بس قبل كده انا قلت لك الرئيس السيسي من 2013 نقل مصر بقت مصر الدموكراطية مصر تعرف تاخد حقك فيها صحيح بالشارع صحيح ففكرت ان انا من الانتخابات نزلت على حزب المؤتمر رحت لأول حزب المؤتمر كنت عضو هيئة علية في حزب المؤتمر 2014 بس تمام نزلت الانتخابات في 2015 خط المعركة الانتخابية وحصل ليش نصيب نصيب فيها تجربة انت كان سنك 31 و30 بس بقيت كنت مع حزب المؤتمر انا محب حزب المؤتمر لان حزب المؤتمر فيه الناس اللي فيه ناس وطنيين جدا الناس تحس انها عيلة يعني ما تحسش ان انت في وسط ناس غريبة الربان سميدة عمل له حضور عمل له حضور ده صحيح وفي نفس الوقت الربان سميدة عمل له هيبة وقيمة هو شخصية اساسا وطنية محترمة ورجل يعني جدا حسنه رجل اعمال مع رجل سياسة مع رجل دولة يعني هو هو كوكتيل كده انا بعتزي صراحة هو يعني بس هو كريم جدا يا سلام بقى لما تروح الحفلات بتاعته طبعا طبعا انا كان اللي هو احمد زغلول حبيبي وصديقي اه انا اول معرفتي بالربان سميدة جات من خلال اللي هو احمد زغلول اه اللي هو كان نايم مدير الناس المخافرات الحربية فاللواء احمد زغلول من الشخصيات الوطنية جدا جدا ودبعته ريبة قوي وحبيبي يعني رضو فلاقيته في يوم بيكلمني في التليفون خالد اعمل حسابك بكرة تقابلني في الحتة الفلانية هنروح مع بعض فكانت بداية معرفتي فالروحت مع ربيتي مروحتش مع اللي هو احمد استنيته ومشينه وراء بعض مشينه وراء بعض الحد المزرعة والسواد عند المتاعه ما تقوليش بقى اللي هو احمد زغلول ما عرفتوش لانه انت بتتكلم في حوالي من خمستاشر الف واحد بياكلوا بيشربوا بيحضروا الموطن ده حضرت حاجة زي كده اه طبعا اه طبعا انا مش بتتكلم عنه كده عشواء يعني وتحياتنا ليه طبعا من هذا المنبر ورجل من كيلات طير السؤال اللي جاي يعني انت الاسرة حب عاملك في السياسة ولا ايه ظروفها معاك في الموضوع ده مش قاوي مش قاوي يعني مش بيحبوا اما تتابع الاسرة الصغيرة والاسرة الكبيرة يعني كلهم بيحبوا ما هو احنا واحد يعني انا واخواتي واحد يعني طبعا انا انا الصغير في اخواتي تمام 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 فعشان انا متدلع شوية مدلعني الحج شوية تمام فاللي بقولها الحج بيمشيها يعني عشان انا الصغير مش اكتر تمام ربينا خلوك لكن احنا مجالنا مجال العمل مش مجال الطرق مجال صعب ومجال بيزنص صعب مجالنا مجال العمل مش موسش السياسة بس انا حبيت السياسة وقلت يعني استمرت في السياسة لان انا بحبي السياسة انك انت في سنك ده تبقى امين عام حزب المؤتمر في البحيرة في البحيرة فده حاجة مش مش قليلة ربنا يباريك طيب السؤال اللي بعد كده وده برضو يخدني النقطة تانية المواطن في ديارتك لما بتقابلهم كده يعني وجه هالوجه انت طلباتهم ايه الناس الايام دي انا شخصيا بيت بعيد شوية عن الناس انت في وسطهم يعني هما الناس عاوز ايه الايام دي هنا كلام يعني عاوز استفيد منك يعني الناس زي الاول بتبص عشان يعين ابننا ويعين مش عارفين احنا بتتكلم في اليومين دول تحديدا الناس مفيش وراها او حاجة عايزة ربنا يخلصنا من البلاء اللي احنا فيه صحيح كل اللي في الناس او كل اللي الناس بتشتكي منه اليومين دول ان احنا في البلاء اللي احنا فيه ربنا يخلصنا منه بلاء كورونا ده يعني حاجة تجربة جديدة تجربة صعبة على الناس وجديدة علينا احنا مش ربناهاش قبل كده احنا في عيام ثورة 2011 والهزة اللي حصلت في المجتمع المصري احنا تقبلناها وماشينا معاها أسهل من اللي احنا بيحصل طبعا دي حاجة ودي حاجة اصلا انا انا اقتصاديا او الدنيا تمشي وتيجي ماشي بس ما روحش اموت صحيح صحيح يعني مش باموت بس انت مش معايا انه بالرغم اي سلبئات الدولة المصرية ادارت ملف كورونا ده بشكل جيد سيد الرئيس قبل ما تنزل كورونا مصر اصلا ادعمها 200 مليار جنيه لأ واداروا ملف بشكل جيد وعمل يعني يعني بسم الله ما شاء الله انت دايما بحب اقولك لما يكون وراك راجل او في ظهرك حد بتبقى فخور شكرا تحب السياسة اه طبعا ايه بص بحسها ده انا بحب بص بص اصلا انا بصت انا راجل بتاع سياسة ايوة انا بحس اللي هو بيكلم كده اه اه واني بحب بتبقى فخور كده وظهرك مسنوب تعارف يا استاذ حسام يعني اصحابي واصدكائي في الكنترول يعني انا عارف انهم كلهم بيحبوا السيسي والدولة المصرية بس انا هقولك على حاجة اقول ايه باش الا فيه ناس كتير بتشكك في الحيطة الكتير وبيلعبوا على وطن الحالة النفسية كده لكن والله العظيم لو جبت الناس كده فرز واحد واحد كده عند الجد عند الجد اتلاقهم كلهم وراسيسي اه والله الا بقى من رحم رب الا من رحم رب وده احنا مش عايزينه اصلي بالزبط مش فارق معنا مش فارق معنا شوف اقولك حضرك حضرك على حاجة فيه ناس تسألني ساعات فيه قنوات اللي هي المضللة للشعب المصري زي مكملين ومهب دي والشارق والحاجات دي فيقولك ما نسمح حاجة انا بسمحها احيانا لا والله ما جبت لا 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 انا بسمحها احيانا اصلا هسمع ايه بش انا كراجل محل ساسي بسمحها لا وانعاوز هيعرف حاجة بيفكروا ازاي الناس دي بيصعبوا عليها بيصعب عليها تتعرف لما بيكون واحد فقد الامل وبتكلم تشوفت انت لما تتوب في الفلاحية كده في عركة ايوا وواحد ضعيف وحاس ان هو واخد فوق دماغه ايوا فبيهبل انا بحس بيصعبوا علي بالرغم انه ابن اللذين وهو بيتكلم تلاقي اخويا كلامه شكله حل كدب مرسوس كدب مرسوس كدب مرسوس كدب مرسوس ولذلك قضيتي للإعلام المصري هنا بقى انا وانت بنقولها رسالة للإعلام المصري كله انك انت مش دورك انك انت بس تخاطب الشعب المصري بالإنجازات انت دورك انك انت تفهم الشعب المصري اللي بيحربك في الحاجات المضللة دي ازاي انك انت تبينها له دي نقطة مهمة طبعا لكن الشعب تغير على ارض الواقع اه طبعا اه طبعا الشعب بقى فيه وعي الدنيا كانت كانت ضلال يعني عارف لما يكون انت عندك ضلال فكري احنا كنا ضلال فكري صحيح كنت تتكلم الناس يقولك يا عمي الجماعة دول بتوع ربنا صحيح يعمي ام بتوع ربنا واحنا ولا تكلم صحيح ما هتاكتول لها بتوع ربنا صحيح انت فاهم الدنيا لا دلوقتي الناس فهمت ولولا فهمت كانت الدنيا طلعت يوم جدا تحرف يا استاذ حسام ربنا عز وجل ساعات لما بتجي ترجع كده بالشريط وتقولك بعد 2011 واحد زي شفيق كان نجح لا هو ربنا عايز كده نفترض انه كده احنا كنا عاوز من ينجح ساعتها طبعا بس تعرف لو يرجع الشريط تاني لا ما ينجحش لا ما ينجحش لا ما ينجحش عشان الناس دي بص انا مبسوط قوي بالسنة بتاعت الاخوات دي لان هي مش الفكرة في مصر الفكرة ان هو كان الاسلام السياسي شغطة كده على المنطقة كلها فهم لسه عندهم حلاوة تروح برا لكن هي التجربة كلها من اول امريكا لحد ايران لحد قصد تركيا كله هي انهارت تجربة انهارت وانهارت مش من حد هي انهارت على الارض بس بقيني تقديه هم كانوا فانكوش يعني ما كانوش ولا تجربة ولا سياسة ولا توجه ولا اي حاجة فعلي فعلي طيب انت فيل من الشباب يعني انت في دايرتك كده يعني دايما الفلاحين انعارف انا راجل فلاح من كتر الشيخ على فكرة جرانكم على طول طيب اقولك ايه ما تجي نطلح فاصل ترتاح منه شوية ونرجع تاني فاصل قصير ونعود عزيزي المشاهدين اهلا وسهلا بكم بعد الفاصل وكلمة في نص ديقة قبل ما ارجع للاستاذ حسام منور اولا انا النهاردة عندي حالة كده من الانشكاح يعني هولها كده بالعامية لان انا في بيت صحة وجمال وصحة وجمال بالمناسبة هي ام القنوات في المدينة في ناس كتير مش فاهمين المعلومة دي يعني في ناس كتير من الاجيال الجديدة حتى من الاعلاميين المعدين والمزعين وغيرهم شايفين قنوات دلوقت معينة ما يعرفوش ان الصحة وجمال دي كلنا بلا استثناء اتربينا فيها كلنا انا لا قيمة لي انا حد نقرأ في المجال بس في نجوم كتيرة جدا في المدينة ممكن ما يقولوش للاجيال الجديدة ان هو بدأ من صحة وجمال صحة وجمال بجد هي أم المدينة ومش أم القناوات حتى هي أم المدينة أولا هي قناية قديمة كلنا تربين عليها كنا في وقت من الأوقات والدكتور يعني عبد الحميد توفيق رئيس القناة وأستاذنا وأنا الرجل ده أعرفه وراجل يعني يعلم مصر كلها الإعلام عرفته في 2007 تقريبا أو 2008 أنا عملت بردامج على الصحة وجمال فلما كنا بنيجي ناخد وقت على الصحة وجمال ما كناش بنلاقي فالدكتور أم حميد يقول لنا طب فيه الساعة واحدة فيه الساعة عشر الصبح فيعني ربنا دايما يزادها لأن الصحة وجمال ديت على فكرة دايما بقول حتى لكل الأجيال الصغيرة هذه القناة هي حضانة للقنوات الفضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي دي حقيقة على فكرة مش مبلغة لهذه القناة المحترمة يعني فعلا أستاذ حسين بتاعت عمرك المرأة المرأة في الدائرة بتاعتك أخبارها إيه معاك المرأة مهمة أو في المجتمع المرأة أصلا أثبتت أن بقى لها دور دور قوي في الشارع بقى لها دور في الدولة السيد الرئيس إدها فرصة 25% من البرلمان دلوقتي سيد الرئيس تكرم المرأة بس هي تستحق التكريم دا يعني يعني هي تستحق أنها تأخذ فرصتها وتأخذها وتأخذها وتأخذ يعني هما على رأي حضرتك أو على كلام حضرتك إن إحنا هما ليهم أدور من صحيح تحيح من زمان قوي يعني بس إنت متواصل متواصل مع المرأة مع مدرسات أكيد طبعا الناس دي بقت مهمة على فكرة بقى عندهم بالمناسبة السياسة فيه ممارسة يعني فيه أشكال السياسة اللي هي المشاركة السياسية المشاركة السياسية عند المرأة بقت أكتر من الرجل يعني يوجدهم في الانتخابات على فكرة عشان تهتم بيهم بيحضروا في الطوابير ويهتموا أكتر من الرجال الرجل بيبقاش فاضي الرجل ما يقول لك يا عمي دا كلام مصبوط فكك لكن الدور دلوقتي دور الشباب الشباب بيحضر المرأة قلت لسه أسألك على الشباب يعني المرأة الشارع المصري دلوقتي بيحب اللي قريب منه بيحب اللي بيسمعه أنت رئيس السيسي دلوقتي بيلف على الناس ركب عربية الصبح تلاقيب صحيح بجدئة أعداني أول حركة دي وقف على دقائقين تتعمل لا طبعا لا طبعا بتعرف يا أستاذ حسام وحن صغيرين كان يجبولنا كده كان فيه برنامج زمان في التلفزيون المصري ساعة في الأسبوع عن سلطانة عمان فالسلطان قبوس رحم الله ورحمه ربما رحبه جدا وعشت في عمان فترة من أحلى سلطان قبوس كان من الناس اللي هي لها النموذج أنه ينزل في وسط الناس ويقعد ويمشي في وسط الناس رئيس السيسي بقى هو النموذج دلوقتي بيعمل الموضوع ده دلوقتي بتبصت ليه في وسط ماشي في وسط الناس ده حد بريس كان واقع فجئنا أن لقينا لا والرئيس السيسي وافع يقوله مالك فيك حاجة الشاب اللي هو الشاب هو قصت خط واقفوا ده لا فكرة كمال أنه هو يتابع المشاريع ويلبس سمور كده وينزل أه طبعا أصدقى مش تمثيل على فكرة لا طبعا يوم يتابع الدنيا وده تمثيل لا طبعا هو مش تمثيل هو وهو لو لو الناس حباه فعلا هينزل في وسط الناس شفت اللقاء ليه قرهيب مع ستتين كده في حتة اللي هو الباني الجديد اللي هم عاملينها يعني الحي الأصمرات فالستر بتقوله تفضل الشاب الشيء الستي حست من الإرتيحية فعلا أنا حستها هي بتقوله إيه بتيجي بتشرب شاي بتيجي بتشرب شاي فعلا أنا بروح حي الأصمرات على بك لا 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 عجبتني أول ستة رئيس الحي صديق لي بتقوله كده بتغذل واحد على الزراعية في البلد فعلا هو ده رئيسنا يعني طبعا طبعا وده اللي احنا يعني ده اللي كنا متمنينه منه أو ده اللي اتمنينه منه وفعلا هو بتدهولنا وبيدينه أكتر سي في حتة عارف يا أستاذ حسام ويالي بتشاركني في حتة دي في عيب على إعلام المصر وأنا بقولها منبر محترم هوات زي الصحة وجمال القناة اللي بتجي لها فلوس والدولة بتسهيد معاها وكام دا كله الناس الإشكالية أساساً موجودة مش في اللي زي وزيك واللي هم الجيل أكبر من كده الإشكالية عند الشباب فالإعلام دوره إن هو يفهم الشباب إن الرجل دا إحنا بيحبه كده عن اعتبارات معينة مش مجاملات واحد اتنين إن الشباب برضو عنده سقطة كده في الموضوع دا لا والله لو شفت الشارع أو يعني مش كل طبعا الشباب لا مش كل الشباب طبعا أنت اللي له فكر معين والله ما بتعرف تغيره صحيح واللي نازل بفك يعني الناس دلوقتي بقى عندها وعي بس فهمة بتعمل إيه بس فهمة هي رايحة في اتجاه إيه وإيه اللي بيحصل ما عادش زي الأول الدنيا ما عادش زي الأول كان الشباب رايح في اتجاه صحيح بيقل طبعا دلوقتي الدنيا العدد بيقل والعدد بيتغير وحتى اللي كان رايح في نصف طريق ورجع بقى موجود احنا دولة برضو فقيرة يعني برضو يعني كتر خير الدنيا بس قوي بس قوي دحية بس قوي دحية في صورة كده سؤال حساب عن عيدو مجل الشعب زمان وإحنا لسه كده في أيام الحزب الوطني كان اللي يقولك إيه يصرف شوات فلوس وهيخدهم وهيخدهم وهيخد له حطة أرض وهيخد وده حقيقة كان بتحصل على فكرة عشان يكون صرحاء كان زي الأول هنضحك عن ناس عادو مجل الشعب في كفرشيخ والبحير والحدي كان يخد له حطة أرض مزرعة سماكية ما عادش الكلام دلوقتي مفيش الكلام دلوقتي يعني لاتخسروا على الانتخابات مش هتاخده تالي أنت بتعملها حب للسياسة أنت داخل حب للسياسة داخل تقدم دايرتك داخل تقدم أهلك ناسك تعمل حاجة تعمل اسم ليك تاريخ ليك في مست أهلك وناسك اتفضل وعلى قد عطائك هتاخد هتستمر مع الناس هتاخد من السياسة على قد ما تدينها معددش سنين إيه اللي هي فكرة عدو بجي الشعب يقعد 15 سنة دي لا 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 انس الكلام خلاص ما هو دلوقتي هو الشعب دلوقتي أنا لسه بقولك الشعب والشباب بقواعي صحيح خلاص مش نافع بيمشيك وبيجيب غيرك صحيح وده اللي بيخليك وانا لايه حدخل الانتخابات عشان شايف ان انا لايه فرصة ان انا حدخل الشباب عايز يجرب عايز يغير عايز يجرب لكن لو فيه استمرارية للدنيا فيه تغيير قدامه او شايف تغيير قدامه الشباب مش حيغير طبعا فأنت هو بيديك مرحلة وبيديك دورة أثبت فيها ان انت فعلا ان هو هتكمل صحيح ما أثبتش فيها يلا وحيدخل غيرك صحيح فهي كده يعني انا كمان عاوزين نهاجي من المجلس يعني المجلس عاوزين يبقى فيه كل الشرايح وكل الناس يتكلم وهو المجلس الشعبي على فكرة لما تيجي تقسمه بعد كده حتى لفكرة اللي جان كل واحد يحط تخصصه في الحيطة واشتغل عليها في التشريع والرقابة طبعا أكيد طبعا كل واحد يدخل في اللي يفهمه انا فكرة يا جماعة البرلماندة مهمة جدا طبعا طبعا الناس مش فاهمة ان هي مش فكرة ان هي سلطة لا 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 هي سلطة موازية مهمة جدا طبعا 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 طيب هاخدك لبساحة تانية شوية تحت أمرة بس مش عاوز اتكلم فيها بتخصص يعني مش مهمة اوي ان انا اتكلم فيها بحتة السياسية فكرة الانتخابات جزئية القيمة وزيطة الفردي انا شايف ان دي تجربة سرية في حتة انه اللي حابب يلعب في فردي يلعب واللي حابب يلعب في القيمة يلعب يعني بترضي كل الازواء يعني بتبقى حرية يعني في حد برتاح يزينزل قيمة في حد بيبقى يزينزل شايف نفسه حيعوم فردي في دايرك واسعة حينزل حد حيقولك لا دايرة واسعة انا المخرج حبيبي بيسألني سؤال وده بشعيب ان احنا نقول يقول لي وحدك رئيس حزب المؤتمر اللامين امين امين لا انا امين المحافظة المحافظة بتبقى امناء امناء لكن الرئيس بيبقى واحد على مستوى الجمهورية رئيس واحد على مستوى الجمهورية بس انا مساعد رئيس الحزب عشان تعرف ان في الكنترون مركزين معانا طبعا مش نقاء كده وخلاص لا طبعا انا مساعد رئيس الحزب على مستوى الجمهورية مساعد يعني انت عدو في الهيئة العليا عدو في الهيئة العليا تمام وامين محافظة البحيرة يعني انت شايف ان القيمة والفردي كله بيلعب يعني حلوة يعني تجربة سريعة اه طبعا اه طبعا في الاول والتي تأخر ده انتخابات بس في واحد حيقدر يجمع اصوات على المحافظات وحيقدر يساعد القيمة على القيمة القيمة حتبقى على محافظات حتقدر تجمع على مستوى القيمة والله يا استاذ سامن في تطور في الموضوع ده يعني دلوقتي النهار ده بقى فيه اعضاء مجال الشعب ممثلين عن العاملين بالخارج فيه نسبة ما هو بيبقى شايلين هم بقى الناس اللي في القيمة ايه ايه ما هنا ما ينفعش القيمة تبقى كلها ممثل هنا وهنا وفيه ناس كتير بتبقى شايلة القيمة صحيح فلازم الناس دي هي اللي بتبقى شايلها شايلها اصوات عشان مين عشان فلان فلان له وضع يعني انا فده اللي انت يعني انت انا وجيت مثلا اتكلم معاك مثلا في القيمة انا ليه مثلا في المحافظات تلات المحافظات أنا أعرف ناس في الثلاث محافظات وليه أصوات في الثلاث محافظات وأصوات شديدة في الثلاث محافظات وبترجع منها برضو للي هي بعيدا عن معرفة الشخصية بالأشخاص هي معرفة شخصية حتى بأعضاء في القمة فسقة متبادلة يعني أنا أعرف المهندس حسام ما أعرفش خالد بس واثق في حسام يبقى خالد معا كويس هي دي نقطة برضو ما بتمشي كده وبعد الناس بتدلوقتي بتعرض بس المتفائل يا صاح يعني كل ما بتزداد في السنين والتجربة مش هنورسها يعني أو أنت خلاص شوف غيرك وبعدين الشباب عايز ياخد فرصته لا أنا بتكلم في جزئية تانية كمان يعني كلام حضرك مصبوط بس أنا بتكلم في جزئية أنك إنت عدت 30-40 سنة بتجيب ناس كده إيه هم هم الله يرحموا بقى حبيبنا كمان الشازلي لكن دلوقتي النهاردة بعد الصورات اللي احنا عملناها دي الشارع اللي بيجيبك بس بكل ما تزيد التجربة هاتحلوة الشارع دلوقتي الشارع اللي بيجيبك صحيح الأول ما كانش الشارع اللي بيجيبك صحيح بحقيق بحقيق يعني دي حاجة ودي حاجة معنا عشان كده بقولك أنا عن نفسي مرزت السياسة بعد السيد الرئيس حبك في التبارات خلاص بقى ما أنا واثق إن أنا جري مش هيروح على الفاطر هو الشعب المصري كله بقى مسيس أنا واثق يعني واثق إن أنا حتقل الانتخابات وحمشي في الانتخابات وحاجري في الشارع الناس عايزتني حبقى نائب بزف مش عايزاني الناس مش هكون نائب تمام حاخد حقل طيب دايرة أبو المطمير وحوش عيسى يعني دايما أنا راجل درس علوم السياسية تمام ففكرة الخصوصية لكل دايرة دي مهمة أول يعني دايرة في إينا غير دايرة في كفر الشير طبعا يعني فيه خصوصية طبعا أنا يعني أسمعنا أبو المطمير وحوش عيسى وكنا هناخد أرض هناك زمان وأنتم بسمناها منطقة سرية منطقة كويس يعني خصائص الدايرة دي إيه يعني تتميز عن باقية المراكز في البحيرة بإيه تتميز عن باقية مصر بإيه يعني حال هلنمة مثلا فيها نسبة عرب أكتر نسبة فلاحين أكتر يعني خصائص الدايرة دي إيه هي هي الدايرة دي كلها عائلات عائلات تقريبا آه يعني بنسبة دي نقطة مهمة 90% عائلات يعني دايرة أبو المطمير وحوش عيسى تقريبا 90% عائلات ومش الدايرة بس انت حتى البحيرة كلها يعني أعتبر البحيرة كلها يعني قبائل عائلات قبائل أه قبائل وعائلات عندهم امتدادات عربية آه طبعا صحيح أنا عرباء يعني أنا من القبائل العربية لحوتي أنا حوتي حوتي لحوتي آه إنت وشيخ راضي لحوتي آه حوتي ربنا يشترها من اقتربين تنين بلد ورنم تنين حجمال يعني شوف هقولك على حاجة محافظة البحيرة من المحافظات المهمة جدا في مصر محدش يارف ان البحيرة تقريبا رقم واحد او التانية على مستوى مصر وكلها في المساحة يعني انت دايلتين واسعين طبعا بعد الجيزة الجيزة الناس كتير مش عارف ان الجيزة رقم واحد لا طبعا احنا كمساحة مساحة كبيرة جدا انتوا رقم اتنين صحية اه لو لا المنوفية خدت مننا شوي كان زمان لا بس انتوا لا ما زلتوا مزل اه اه لو لا المنوفية خدت مننا شوي كان زمانا تعريبا اكبر وعدني ان احنا نعمل حلقة تانية ان شاء الله لان ابو يا ورد عمارة يعني حيدربني في الاربيس وانا لسه النهاردة ضيف على الصحة وجمال فمش عاوزهم يعني ايه يطردوني يعني فهم وده شرف لي ان انا يكون معاك والله وانا كمان سعيد بحضرتك جدا انت نموذك للشباب المصري اللي احنا عاوزين في فترة جاية وانا كراجل بتاع السياسة كده في شوات خصائص انت شخص صادق يعني حبيبي يا فشر ربناك وعندك قبول على شكله ربناك يخليك يا رب وحضور تسلم يا رب يعني هو الشخصية السياسة دي لازم تفهم مميزات كده هو حديث عندي ربنا يعني اصلا لازم تتكلم بصراحة انا مصدقك لازم تتكلم بصراحة انا مصدقك طبعا انا مصدقك المواطن يا صدقك انا من طبعي ما بعرفش يكذب بتتكلم بصراحة حتى لو ممكن تلاقي كلام من الاخبط بس هو دي الصراحة اللي جواي في ناس سياسين يعني معلش انا قاسم جدا الفلاث ده ساعات بيبوا كده عارف ملازاي يعني بس بس يعني بعضهم السياسين كلهم احضرمين لو حخصر حاجة بعد اذن حضرتك لو حخصر حاجة مش هكذب تمام ومش هقولك غير الصح وحتيجي بعدين حتى لو زالت مني حتلاقي لي انا الصح انا هتقوم لك طلب على هوا انا تحت امرك احنا بعد القرون ما فيش فلوس وانت هتنجح في المجلس تاخد مستشار اعلامي حبيبي بأي مرتب حبيبي انا ساعد بيك الدهار ده جدا باشا ربك ومشكور للظروف اللي جمعتنا بيك ربنا يخليك ساعد النائب القادم الله يخليك ربنا يوفقك وربنا يوفق يعني كل شعب المصري في اختياراته يا رب لانه المجلس او البرلمان القادم عليه ادوار طبعا مهمة جدا وما نطبيه حاجات كده بس بس الشاب يعني نقول ايه تعقيدة القوانين والكلام ده كله محتاجة تتفلتر ومحتاجة تتزبط فعليه ادوار مهمة او تشعية ورقبية ومحتاجة شباب بقى صح صحيح يشتجل شوفكم ان شاء الله هالنواب قادمين مصر دائما ولادة ومصر دائما وابدا ما بيتخافش عليها ان شاء الله الاستاذ ورجل اعمال حسين منور انا يعني منور كده مزبوطة شاكر لحضرتك جدا ربنا احمدك اشوفك في الحلقات الجاية ان شاء الله في صالون الصحة وجمال عزائي المشاهدين كانت حلقة سريع جدا وجميلة وانا سعيدتي بها جدا ولها كده طعم خاص مصر جميلة مصر قادمة مصر لا تنهزم لا تنكسر دائما وابدا عندنا الامل وعندنا التفائل طول ما فيه حاجة اسمها المواطن المصري اذا كنا نقول دائما في كتب التاريخ ان مصر هبت النيل مصر هبت المصريين اشوفكم الحلقة الجاية مع صالون الصحة وجمال والى اللقاء